السلام عليكم اليوم بدنا نعمل بتنجان مقلي بدون قلي وبدون شرب زيت وبطعم خيالي طريقة كتير سهلة وكتير مميزة وكتير ناس راح تستفيد من هيد الطريقة طبعا خاصة لناس اللي ما بيحبوا الزيت كتير وخاصة لناس اللي عاملين ريجيم انا عندي هيد البتنجاني انا غسلت كتير منيح وهلأ راح بشر بتأشيرة راح نقشرها بهيدا الشكل في ناس بتأشير البتنجاني كل ياتا بس انا هيدا البتنجان مقطوف جديد فالقشر حيكون طري كتير اما البتنجان اللي بيكون مقطوف إله فترة بيجي القشر بس وقت بدنا نقلي بيجي قاسي فساعتا نحنا منقشره كلياته يعني هو بس مجرد شكل حلو للبتنجان وهلأ راح نقطعهم ترجمة نانسي قنقر في ناس بتحب تقطعها بالطول بحال بتكنوا تقطعوها بالطول القشر بتأشرو بالعرض آآ فبيطلع كمان شكل حلو كتير آآ للبتنجاني طبعا هيدا الموضوع أزواء هون عندي أنا البتنجاني آآ قطعت كلها وجه طبعا وخلصت هلأ بدنا نملحها راح نحط هلأ علي ملاح على البتنجاني اللي مقطع كلها طبعا آآ في ناس آآ بتحط بتحط البتنجاني بعد التقطيع بالماء اللي مساقعة كتير الماء الباردي مع شوية طلج وبتنقعوهم تقريبا شي تقريبا شي ربع ساعة هنحط هون عجنب مصفير هنحط صحن كمان لحتى بس ينزل الماء بينزلوا بصحن فبيحطوهم بماء باردي فبتسحب كل المرورة الموجودة آآ بالبتنجاني بنقعوهم تقريبا ربع ساعة لنصف ساعة كل ما طول البتنجان بالماء آآ كل ما راح تلمرورة منه لأنه في بتنجاني بيجي كتير مار وبعد ما ينقعوا بالماء هايدي الفترة بيرجعوا بشلو وبنشفوه كتير منيح بأن الشيف الخاصة طبعا الخضرة أو بنشفوه بالمحارم الورائية بس انا ما بحب هديك الطريقة فبعملهم بهيدي الطريقة هون عندي طبعا البتنجاني تجهزوا آآ راح حطون شوي على جنب آآ متل ما شايفين هلأ راح جيب البيريكس آآ فيكن تجيبوا الصينية الفرن الكبيري أو اي صينية موجودة عندكم بالبت بتحطوا عليها آآ ورقة الزبدي وبتجيبوا الزيت وبتدهنوها الطريقة كتير سهلة وكتير حلوية ولكن انا راح اعملهم هلأ بالبيريكس راح نجيب الزيت الزيت النباتي ونحطه نحط الزيت بالبيريكس يعني لاحظوا الفرق بين كمية الزيت اللي انا احنا اللي انا هلأ بدي حطها بقلب البيريكس والفرق بين المقلة طبعا انا هلأ راح علمكم على تلات طرق الطريقة الاولى اللي هلأ انا عم بعملها طريقة حتفيد كتير ناس خاصة اصحاب اللي بيحبوا آآ يحافظوا على اجسامهم وما بيحبوا الزيت كتير آآ طريقة حتفيدون كتير طبعا لعشاء البتنجان ورح علمكم كمان على طريقتين آآ والطريقتين آآ التانين رح علمكم عليها عليهم رح نقليهم بالذات مباشرة ولكن ما رح يشربوا ذات آآ بالمرة هلأ هاي الطريقة بالبيريكس نهائيا ما رح يشربوا ذات ابدا 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 هلأ بتشوفوا كيف هلأ احنا عم نصفتون انا هلأ آآ حمات الفرن انا هلأ اذا حمات الفرن نعنو هلأ بدنا ندخل آآ البتنجان بالفرن ما رح نشويهم نحنا بدنا نقليهم كيف رح نقليهم هلأ بتشوف هلأ بدي جب زيت مرة تانية ورح ندهن بالفرشاية على وجه البتنجان من فوق نعنو نحنا ما بدنا نشويهم يطلعهم شويين نحنا بدنا ناخد نكهة البتنجان المقلي نعنو اكيد المشوي بيختلف عن المقلي رح ندهنهم بهيدا الشكل ونندخلهم بالفرن وبعد تقريبا شي عشر دقايق لربع ساعة آآ تقريبا هلأ بدن ما يقارب نص ساعة اقل شوي من نص ساعة بالفرن آآ منرجع مندهرهم بعد عشر دقايق لربع ساعة ومنرجع مرة تانية مندهنهم بالفرشاية بالزيت هلأ رح نحطهم بالفرن آآ متل ما شايفين انا عندي هايدي البتنجانتين بدنا نعملهم بطريقتين عندي هون النشا متل ما شايفين النشا حبيباته كتير صغيرة ورح ندخل البتنجاني بالنشا النشا رح تعمل طبقة عازلة بين الزيت وبين البتنجاني ورح تعطيها نكهة رائعة ونكهة مقرمشي وغير شكل مميز كتير هلأ بتشوفوا كيف رح تطلع معانا طبعا بعد القلي رح نشوفها مباشرة كيف رح تنقالها هون احنا ازا حطيناها بالنشا وايضا رح نحط البتنجاني التانية بمادة تانية رح تكون ايضا عازل ولكن انا هون حبيت يعني علمكم على ثلاث قصص خاصة كتير مهمة للبتنجان وهون طبعا حطينا البتنجان بالنشا هلأ للطريقة التانية كمان حلوة كتير وبيطلع البتنجان طيب ولكن ما بيطلع مقرمش اللي هون عنا الطحين هون يطلع بديطلع عنا كتير مقرمش هلأ وقت نحطهم بالزيت هلأ بدنا نحطه للبتنجاني بالطحين هنمده بهيدا الشكل ونحطه بالطحين بهيدا الطريقة يعني النشا كتير حبيبياته كتير كتير صغيرة فرح يمنع الزيت انه يدخل منه مثل الطحين الطحين بتضلي شوي تصرب شوي زيت يعني هلأ هون انا حطيت الزيت على النار حميته وهلأ دخلت وحطيت البتنجان بقلب الزيت متل ما شايفين وراح نشوف مباشرة كيف رح يحمروا انا متأكد كتير هلأ اشخاص آآ رح يجي عبالهم انه آآ ياكلوا البتنجان يلا بنصحكم تقوموا ازا عنكم بتنجان بالبيت يلا قوموا وباشروا وعملوا البتنجان لعنا البتنجان طعمته كتير طيبة انا بحب كتير البتنجان وبحبه مقلي وبعملوا دايما بالنشا بيطلع عم قرمش وطعمته كتير طيبة وطعمته كتير كتير مميزة هلأ ازا حبيتوا هيدول الطرق جربوهن وازا ما حبيتوهن آآ يعني جربوهن مش غلط يعني انه تجربوا طرق جديدة وما تنسوا تعملولي لايك للفيديو ازا حبيتو الفيديو ازا عجبكن ما تنسوا تعملولو مشاركة على الفيسبوك ليوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد آآ من البتنجان المقلي بدون ذات بطريقة مميزة بطريقة جديدة بطريقة كتير سهلة وكتير حلوة هون بلش عندي آآ متل ما شايفين البتنجان يتحمر بطريقة كتير مميزة هوني عنا البتنجان بالنشا متل ما شايفين لك والشكلها كيف هون عنا ايه بالطحين طبعا هلأ رح فرجيكن عليه بس شيلوا من الزيت رح افتح كمين البتنجاني لتتأكدوا انه ما دخلها الى الداخل زيت هون عنا البتنجاني البتنجانتين رح نقول لقطاتين رح فرجيكن على اول وحدة هون النشا هايدي النشا ليكم ما فيها زيت بالمرة يعني فيها زيت انه عادي من الخارج ولكن من الداخل ليكم ما فيها زيت ابدا بس طعمتها رائعة صدقوني ومقرمشي بتقرمش غير شكل بتطلع متل هيك الكريسبي ازا بتكون وايضا البتنجاني التانية متل ما شايفين رح فرجيكنوا عليا اه هون بالطحين انه الفارق هاديكي بتاعتي شوي قرمشي وهيدي لا وهلأ متل ما شايفين احبابي رح نجيب البيريكس وفرجيكن عليهم وهيدا البيريكس وهيدول البتنجانات متل ما شايفين رح نجيب اه محرم صغيرة ورح فرجيكن محرمي وارقة كليناكس ورح رح فرجيكن انه اه طريقة كتير مميزة وما اكلت زيت نهائيا انا بدي اذكركم انه رجعنا نحنا حطينا بالفرشاي عليهم زيت لحتى يرجعوا يعطونا شوي حمار بتقدروا تحطوا بالزيت البابريكة الحمراء بيعطيها لون حلو ولون مميز اه واذا بتكون يعني ويعطيها نكهة كمان نكهة كتير طيبة وبيطلع كتير طيب البابريكة مع البتنجان وقت بدنا نعملوا بالفرن عندي هايدي رح نحطها هلا عليهم من فوقوا بدي فرجيكن انه ما فيها زيت زيت كتير جدا جدا قليل هلا بتشوفوا هايدي ازان رح نحطها ورح نكبسها شوي يعني هيطلع زيت بس خفيف جدا مش كتير ابدا ابدا وهايدي عندي المحل ما اسم بدي فرجيكن يعني مفروض ازان قلت بالمقلة يطلع كمية كبيرة من الزيت لايكو ما في زيت خفيف جدا بنصحكم اتجربوها طريقة مميزة كتير طريقة سهلة كتير وكتير حلوة ويعني زيت ما فيه ابدا كل شيء اشتركوا في القناة